مرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مرحب بخبرنا تحكيم وتميز دائما كابتن ناصر عباس كابتن ناصر أهل سعلا بحضرك شرفتان تحياتي كابتن عليمان وتحياتي لكل المشاهدين لقناة الأهلي وتحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عب منام وكابتن علاء ميهوب والكابتن عبد الرحمن والكابتن بنال سريعا كابتن ماشي النهاردة يعني هي فنيا أنا مش علاقة بالفني ولكن تحكيميا هي كانت مرة سهلة سهلة جدا لتقم التحكيم ليه سهلة كابتن أيمن مفيش اختبارات كابتن شريف داخل الصندوق مفيش اختبارات حقيقية مفيش حالات تحكيمية داخل الصندوق وأيضا مفيش حالات أثناء المباراة مثلا تستوجب البطاقة الحامرة فبالتالي مكانش تدخل فار موجود ممكن نهاردة محسناش الفار موجود ودي بردك حاجة إجابية لحاكم كابتن بلال يعني بردك نشيت بها حاكم مباراة كان نهاردة عنده ثلاث عناصر مهم جدا عنصر علاقة بدنية ازاي قدر يعمل حاجة اسمها تنوح في سلوب الجاري بقاش رتم الجارية واحد يعني كان نهاردة عنده تحمل سرعة عنده التحمل العام كان عنده كمان السرعة الكسوى عنده لزوم في داخل الصندوق تماكزه كان جيد جدا جدا في كتير من الحالات كانت نعلاء وقدم بردك بشكل جيد حتى كمان عنصر اللي بنقول عليه معايير اشهر البطاقات كان معياره في اشهر البطاقات معياره واحد فعشان كذا كانت المباراة بالنسبة له سهلة تحكميا هنروح لتاكم التحكيم نشوف الحالات وعندنا طبعا في نهاية التحليل عندنا حالة مهمة جدا كابتل ايمن خاصة بمبارات المصري ومنصور دي احنا قولها في اخر مبارات تاكم التحكيم الياردة نادر امر الدولة ودي تاني مباراة كان المباراة الاولى كابتل احمد لعبها الاهلي وسلميكا لو تبتكر ودي تاني مباراة لنادر الاهلي كان مع حكام مساعدين السامي هالهل مساعد الدولي المتميز وكان خالد حسين مساعد تاني وكان الحاكم الرابع صبر ابراهيم على البار كان عمر الشنوي حاكم البار وكان معه هشام الدسوقي يلا خاني نروح للحالات على طول ونشوف الحالات كلها خاصة بمعيار احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطية هنا بنشوف الحاكم قريد واشار واشهر البطاقة الصفرة نشوف هل هنا في التهور هنا حاجة اسمها المهاجمة المهاجمة بقدم او قدمين حتى لو كانت الرجل ما وصلتش نشوف هنا الدخول هنا ذات نفسه هنا في المهاجمة وهنا مع محمد الشريف وهنا نادر تماما كان في الحدث واشهر بطاقة الصفرة والقرار كان صحيح حالة بعد كده تمام حالة بعد كده حالة مهمة جدا وهنا استخدام زراع كابتن وانفرق ما بين استخدام زراع هن فيه قوة زايدة تساوج بطاقة حمراء ولا ده بتهور نشوف الحالة شوف لاعب نادي المصري بالسلوم وهنا هل الزراع هنا هل الزراع هنا الكوع هنا رايح بالوش موشرة بقوة ولا دي حاجة بنقول عليها دي بتهور هنا شايف هنا الخطأ هنا بتهور لتيجت ان الكوع مرحش كابتن بلال في الوجه مباشرة وكانت الكوة هنا كانت كوة تعتبر كوة مش زايدة وهنا الانزار كان صليم من نادر أمر الدولة التعاون هنا طبعا وهنا بيحسب المخالفة كمان خالد حسين حاكم متميز كان هو اسم هل هل النهار ده كان نموذج التقم التحكيم محترم جدا في التعاون بين الحاكم والقرارات التحكمين حالة بعد كده نفس الشيء هنا بنشوف اللاعب نادي الأهلي أحمد محمود وهنا برضك نفس المعيار بنوع عليه نادر راح في الحدث وببطاقة صفرة ما عنده مشكلة خالص وهنا الانزار هنا انزار صحيح لللاعب نادي الأهلي أحمد محمود نشوف الاعادة هنا الدخول والدخول بتهور أيضا نفس المعيار هو معيار واحد في احتساب المخالفات والعقوبات المضبطية آخر حالة معنا حالة مهمة جدا جدا وهي هدف النهار الأهلي وهنا هرجع تاني في لحظة لمس اللاعب هل هناك تسلل هنرجع تاني في اللقطة طبعا هنا أحمد بيسند بيسدره الكرة وبيسدد في المرمى الخالي يشوف هنا العادة تاني هنا كابتن أيمن بيسدد وبيحرز الهدف والهدف طبعا هدف سليم لا توجد أي مخالفة قبل تسجيل الهدف هنا الكرة بتصدم بالبطن وبالتالي هنا هدف سليم نادر نهاردة طاقم التقييم أعتقد نهاردة أدو مبارد بشكل كويس فيش حالات تحكمية مؤثرة وبالتالي كانت التعاون كمان كانت تعاون مثل ما بين طاقم التحكم هروح بقى لحاجة مهمة جدا كابتن أيمن كابتن مليال بس ياريت يعني تخليكم معايا فعلا لأن لابد نكون هناك وقفة وقفة كبيرة جدا مع موضوع الفار نحن نهاردة بقى أننا تقريبا دخلين على موسيمينا كابتن عادل تمام هل من المقول النهاردة ما زال حتى الفار مش عارف دوره ما زال الحكم كمان مش عارف دوره لأن النهاردة حصلت حاجة غريبة جدا نحن قلنا الفار بتدخل في البطاقة الحمرة مباشرة وليس الإنذار حصلت حالة لعب من المصري منصورة استطام طبيعي جدا جدا نتيجة اللعب اللي اتنين سقطوا حكم راح للعب المصري عنده بطاقة صفر أشهر الصفرة ورح مدي الحمر هل أنا بس أسأل سؤال هل الفار تدخل في هذه الحركة من أحمد؟ في الإنذار دي لعبة في نص الملع هنا البرتوكول اللي بنتكلم في الفار ليس له تدخل إطلاقا المشكلة وأصعب أن الحكم كمان يعني المفروض أنا بسأل كابتن بلال أنت حكم بره وأنا بس أدعيك بتسألني أنت عاوزني ليه؟ ده ألف بيه كابتن عادل فبقول لك تعالى عشان فيه إنذار هقول لك شكرا مش جاي ولكن لأسف طبعا الحكم راح راح لحكم كابتن علاء ليه الفار طبعا استقع خاطئ من الفار ثانية الحكم لما يروح تاني للفار أيضا حكم أخطأ رجع لغى الحامرة وبالتالي لغى البطاق صفر هنا بس السؤال على رغم أن فيه معسكرات للحكام المشكلة فين؟ احنا بنسأل سؤال هل المشكلة عند توصيل المعلومة؟ هل المشكلة عند الحكام؟ لا يا جماعة الحالات دي أكيد بتقلل تحكيم والنهاردة هذه المبرارة النهاردة فيها مشكلة زي كده لا لابد أن احنا نرجع حساباتنا لابد أن احنا نطور من أعداءنا نقول بس سريعا كده ولو معنا الحالة كنا شوفنا النهاردة كانت حالة طبعا محدش متخيلها من تدخل الفار أتمنى في المعسكرات اللي موجودة النهاردة كابتن أيمن يتم تنميع الحكام والتأكيد على التدخلات فعلا اللي هي تبقى للبرتول دي كانت آخر حاجة بنقولها ومبروك لنادل أهلي طبعا وإن شاء الله أرغم النهاردة مرة صعبة ونتمنى إن شاء الله للمباراة اللي جاي إن شاء الله التوفيق لنادل أهلي شكرا جزيلا كابتن شكرا جزيلا بنتهى الفقرة التحكمية عزيزيلا المشاهدين بنصر لنهاية للستوديو التحليل لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم في دولة 35 لكاسمس والتي انتهى بفوز النادي الأهلي واحد سفر وتأهله لدولة 16 إن شاء الله ألف مبروك لنادي الأهلي ونتمنى القادم بأفضل بإذن الله وفي مباراة كمان ثلاث يام كمان يومين تقريبا مع إسر كامباني في دولة نتمنى فيها التوفيق للنادي الأهلي تماني التوفيق أيضا للنادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله حابب أشكر نجومنا الكبار للشرفون النهاردة كابتن شريف عبد المنعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مبروك للنجاة. والله يخالي. وشكر لكم أيضاً أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستودي تحليلي آخر لكم مني. أطيب المنى ورقة حياتي.